هكذا نودع سنة 2022 بكل معانيها ومشاعرها التي اختزلت معاشه المغاربة خلال السنة أفراح ومصرات ومبادرات جميلة تقابلها لحظات ألم وحزن وفراق مرير هذه أبرز محطات السنة وأحداثها بالمملكة استيقظ المغاربة ذات الصباح على مأساة السقوط الطفل داخل بئر بضواحي شفشاون حادث ترك العالم يعيش لحظات ترقب وأمل منشودين بالكثير من الأدعية والتمنيات استنفرت السلطة العمومية مصالحها طيلة أربعة أيام لإنقاذ الطفل ريان من حفرة ضيقة داخل بئر فيما تجمهر الآلاف بمحيط المنطقة يترقبون الخبر السعيد الذي قد ينهي ترقبهم احتشدت وسائل إعلام وطنية ودولية بمنطقة إغران التي صارت محطة اهتمام دول العالم أنقذوا الطفل ريان هكذا تفاعل كثيرون مع المأساة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يعلن القصر الملكي وفات الطفل البطل يوم الخامس من فبراير في مأساة لن تنساها ساكنة إغران أبدا ولن تمر سنة الفان واثنان وعشرون دون أن تؤكد السلطات المغربية قوة طرحها المتعلق بقضية الصحراء المغربية إذ واصل الناصر بوريتا وزير الخارجية والتعاون الإفريقي عمله في كسب تأييد غير مشروط للمطلب المغربي وهي جهود أسفرت عن افتتاح قنصليات جديدة بمدن الصحراء المغربية ما أغدب قادة الجبهة الانفصالية ومن يدعمهم من الدول عزز الملك محمد السادس خلال سنة الفان واثنان وعشرون توجهاته الاستراتيجية بعد إعلانه عن تخصيص دعم مباشر للفلاحين لمواجهة آثار الجفاف وندرة الموارد المائية وما تلاها من قرارات تتعلق بدعم الاستثمار وتعزيز انفتاح المغرب على محيطه الإفريقي بعد قراره المتعلق بربط أنبوب غاز بين المغرب ونيجيريا ستستفيد منه سبعة عشر دولة تنتهي سنة الفان واثنان وعشرون بإنجازات رياضية غير مسبوقة والتي انطلقت بتتويج الوداد ونهضة بركان بلقبي دور أبطال إفريقيا والكونفيدراليا ثم تأهل المنتخب المغربي للسيدات لنهائية كأس العالم وبلوغه نهاء كأس أمم إفريقيا قبل فوز سيدات الجيش الملكي بلقب دور أبطال إفريقيا سوفيان البقالي بدوره شكل فوزه بلقب بطولة العالم في سباق ثلاثة آلاف متر موانع حدثا بارزا أعاد به ألعاب القوى الوطنية للواجهة ليهدي المغرب أول ذهبية عالمية منذ سنة الفان وخمسة ابتدأت سنة الفان واثنان وعشرون بمأساة وانتهت بأفراح ومصرات صنعها إنجاز أسود وليد الرجراجي الذين زأروا بنهايات مونديال قطر الأسود يبلغون نصف نهاء المونديال وآلاف المغاربة يهرولون فرحا غير مصدقين ما عاشوه من أفراح لم تكن في الحسبان مباريات بطولية وروح قتالية صفق لها الكثيرون بملاعب قطر وزرعت الكثير من مشاعر الفرح لدى المغاربة الذين استقبلوا الأبطال بعد عودتهم من المونديال في طريقهم نحو القصر الملكي حيث استقبلوا ووشحوا من طرف عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد